في تقرير جديد أوردته صحيفة الڭارديان البريطانية اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله اللبناني بتخزين أسلحة ونترات الأمونيوم خلال السنوات الأخيرة لاستخدامها في صناعة متفجرات تطال جميع أنحاء أوروبا وذلك بأمر نسبق من إيران واعتمدت صحيفة البريطانية في تقريرها على منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز الذي دعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران وجاء للدعاء الأمريكي بأن حزب الله ينقل ويخزن نترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا بعد نحو ستة أسابيع من انفجار مستودع مليء بنترات الأمونيوم في ميناء بيروت مما أدى إلى تدمير أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت وما زال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وكيف أن المادة الكيموية التي تستخدم كسماد ومتفجرات تركت في الميناء لمدة ست سنوات بعد مصادرتها وبحسب الصحيفة البريطانية كان لحزب الله تأثير كبير في إدارة عمليات الميناء والتحكم بأنشطته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة